الحلقة الثانية من حرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا بدري بدري شفنا الحلقة الأولى اللي عملناها مبارح حرقنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مجموعة صندوينز والويداد لو ما تفرقتش عليها لا دا انت ترجع بسرعة تشوفها وحلقة النهاردة هنحرق فيها مجموعة الترجي والإلال والنجم الساحلي وبيترو قتلتكو مجموعة ضرب نار فيها تلت فرق من العرب تلت فرق حبيبنة وفريق من أنجولا مجموعة صعبة جدا مجموعة الموت من وجهة نظري وهي الأصعب ناس كتير قالت المجموعة الأصعب مجموعة صندوينز وأنا بقول دي المجموعة الأصعب وهتشوف النهاردة من السناء اللي هيصعب من المجموعة وهيصعب بكم نقطة وكمان إيه اللي هيحصل في كل المواجهات كل واحد هيكسب كام ماتش ويخسر ويتعادل في كام مباراة هقولك وجهة نظري ملك ملوك التوقعات ما بيخيبش في الحاجات دي وقل لي توقعتك أنت في الكومنتات عايزين نشوف الأول مين الجيش الأكبر اللي موجود عندنا في المجموعة دي عشان لما تبدأ هنحل المتشاط فريقه أنا عارف أن جماهير الهلال السوداني موجودين عندنا كتير جدا من ورني أكيد وعارف أن جماهير الترجي برضو كتير جماهير النجم الساحلي موجودين أشوفكم في الكومنتات ونشوف مين الجماهير الأكبر الهلال والترجي والنجم الساحلي طبعا ما عندناش جماهير من انجولا من بترو اتلتكو وتوقعاتكم للمجموعة مين هيصعد اول ومين هيصعد تاني وهقول لكم توقعات انا اخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر خلي يوصل في كل حتة اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد واستنى اخر حلقة في حرق المجموعات حرق مجموعة الكبير النادي الاهلي وشباب بلوزداد هتتعمل برضو وهتنزلك فعشان كده لازم تعمل اشتراك وتفعل الجرس وفولو على الفيسبوك عشان يجي لك الحلقة اول لما تنزل خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده ونصلي على النبي في الكومنتات ونشوف ايه اللي هيحصل في مجموعة صعبة مجموعة المستوى الاول فيها كان للترجي التونسي ومعاه كمان النجم الساحلي التونسي في المستوى الرابع بتتكلم على ديربي تونسي بتتكلم على مطشين ديربي في منتهى القوة النجم الساحلي اللي جاي تصنيف رابع ده هو بطل تونس اصلا هو اللي واخد الدوري التونسي خلي بالك كمان ده مخرج الجيش الملكي المغربي اللي واخد الدور المغربي من الوداد ومن الرجاء فالنجم الساحلي لأ تقيل وفي احسن حالاته تبص الناحية التانية على الترجي لا مش في احسن حالاته بس ده الترجي الفريق المتمرس جدا في دوري ابطال افريقيا الفريق اللي عنده تاريخ وعنده باع كبير وبيعرف يتعامل في البطولات الافريقية تبص كمان معاهم بيتر واتليتكو الانجولي اللي مستوى تاني اعلى من الهلال واعلم للنجم وفريق متمرس برضو في افريقيا وبنشوفه في المجموعات دايما وبيصعد كمان من المجموعات وبيروح لدور التمانية تبص كمان تلاقي معاه الهلال السوداني اللي عنده تدعمات قوية واللي كسبه وقال افريقيا كلها تحزر مني جاي عايز ياخد البطولة عنده طموحات كبيرة وعنده فريق محتلط فانت بتتكلم عن مجموعة الموت المجموعة الاصعب من وجهة نظري المجموعة اللي ما كنتش حابب الاهلي ينزل فيها بصراحة والحمد لله جينا في المجموعة الاسهل المجموعة هنقززها بسهولة كده وهنتكلم عليها في الفيديو الجاي خلينا نشوف المجموعة دي ايه اللي هيحصل فيها وحدة وحدة وجولة جولة بسم الله الرحمن الرحيم المباراة الاولى الهلال هيكون ضيف عند بيترو اتليتكو الانجولي اللي بيلعب على ملعبه في اول مباراة التلاتة العرب هيسيطروا على المجموعة وبترو اتليتكو هيبقى سهل لا ما فيش الكلام ده بترو اتليتكو بيكسب اول مباراة الهلال السوداني وياخد تلات نقاط يصعبوا الدنيا جدا على الهلال ودي توقعاتي والله اعلم قولي توقعاتك انت تاني مباراة هتبقى ديربي الترجي والنجم الساحلي وهي مباراة الترجي وتوقعاتي فيها فوز الترجي التنسي عشان يبقى الصدارة للترجي بتلات نقاط بترو اتليتكو هو كمان تلات نقاط والنجم والهلال اسفار هما الاتنين ودي كبا الجولة الاولى خشيلي على الجولة التانية والهلال يستضيف الترجي على ملعب اللي مش هيلعب في السودان لان عندهم مشاكل ان شاء الله تتحل ويرجع الهلال والمريخ يلعبوا في السودان وترجع السودان زي الفل بازن الله وتستضيف كل المطشاط بتاعتها غالبا هيلعبوا في المغرب مباراة الهلال والترجي طبعا ان مفيش جماهير للهلال السوداني تفرق مع الترجي بشكل ايجابي وتوقعاتي ان المباراة دي هتخلص تعادل بين الفريقين وكل واحد يخد له نقطة اما النجم الساحلي فييلعب على ملعبه امام بترو اتليتكو فيكسب وياخد اول تلات نقاط شان الترجي يبقى في الصدارة باربع نقاط يجي بعديه النجم وبترو اتليتكو تلاتات هما الاتنين والهلال في اخر المجموعة بنقطة واحدة خشيلي على الجولة التالتة الجولة التالتة اللي هتقلب المجموعة النجم بيلاعب الهلال على ملعبه يكسب النجم الساحلي ويصعب الموضوع قوي على الهلال هل الهلال خرج من المجموعة لا استنى ويكمل ويشوف اللي هيحصل لكن النجم لما هيكسب هيروح لست نقاط ويخلي الهلال نقطة واحدة والترجي يكسب بترو اتليتكو هو كمان ويفضل الترجي في الصدارة بسبع نقاط بعديه النجم الساحلي بست نقاط بعدهم بترو اتليتكو تلاتة والهلال بنقطة واحدة بس نيجي للجولة الرابعة اللي هتقلب الدنيا حرفيا الهلال على ملعبه ويكسب النجم الساحلي ويخش في السباق لو بترو قتلتكو يكسب الترجي هو كمان على ملعبه والدنيا تتقلب يفضل الترجي في الصدارع ب7 نقاط بعدين النجم الساحلي وبترو قتلتكو هما الـ 2-6 نقاط والهلال بـ 4 نقاط يقرب جدا بقولك مجموعة الموت ما فيهاش هزار المجموعة دي خش على الجولة الخامسة والجولة قبل الأخيرة الهلال بيلاعب بترو قتلتكو مباراة الهلال يكسب الهلال ويخش جمد قوي كده بقى ويقرب من الصعود والمباراة التانية النجم والترجي تخلص بالتعادل الدير بيخلص بالتعادل الترجي في الصدارع 8 نقاط النجم 7 والهلال 7 وبترو قتلتكو 6 يا رباه على المجموعة دي مجموعة هتخلص في آخر جولة مجموعة هنعرف مين اللي هيصعد فيها الفريقين في آخر جولة كل الفرق ليهم الحظوص قبل الجولة الأخيرة طب الجولة الأخيرة بتقول الترجي على ملعبه قدام الهلال وأنا بقولك الترجي هيكسب ويوصل أول مجموعة والهلال يخرج رسميا من المجموعات زي ما بيحصل كل سنة مؤخرا بيبقى خصم صعب ورخم في المجموعة لكن في النهاية بيخرج ده توقعاتي والله أعلم بترو قتلتكو بيلاعب النجم الساحلي في ملعبه في أنجولا مباراة صعبة جدا تنتهي بالتعادل والنجم يقدر ينتزع نقطة يصعد بيها من المجموعة بصعوبة كبيرة الترجي يتصدر المجموعة ب11 نقطة والنجم يصعد في المركز التاني بتمن نقاط بعد كده الهلال وبترو قتلتكو سبعات هما اللي اتنين مجموعة صعبة جدا في الآخر يصعد منها سناء تونس مع بعض الترجي والنجم كمان ويخرج الهلال السوداني ويخرج معاه بترو قتلتكو بعد ما عملوا مطشاق جمدة جدا بعد ما كان الفرق بينهم وبين النجم اللي صعد نقطة واحدة بس في مجموعة الموت المجموعة الاصعب من وجهة نظري قولوا لي توقعاتكم في الكومنتات لو انت من مشجع الهلال قول لي شايف ان الهلال هيصعد ولا لأ وهيصعد في المركز الكام ولو انت بتشجع الترجي او النجم الساحلي قول لي برضو توقعاتك ايه لو انت شايف ان النجم هيتصدر قول لي في الكومنتات ونتناقش مع بعض وبترو قتلتكو هل هيكون خصم سهل ولا هيركم كتير جدا على التلات فرق التانيين مستني توقعاتكم مستني كومنتاتكم وقل لي رؤيتك لمجموعة النادي الاهلي اللي هتتعمل الحلقة الجايف عشان كده اخبط اشتراك دلوقتي وفعل الجرس عن اليوتيوب واعمل فورو على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد لايكات للفيديو شير على قد ما تقدر خلي الحلقة توصل في كل حتة ونسمع اراء وتوقعات الناس سلام